موسيقى موسيقى اخينا جاء من هولندا ولكن اركبنا في المكولن المانيا رحلة كانت رحلة ممتعة ورائعة والاستقبال كان جد رائع والحمد لله على كل حال وشكرا أنا كنت أجي تقريبا كل جس سمانات أنا تقريبا كل جس سمانات نسافر كمشي ونجي والله الاستقبال دايما كيكون مزيان حاجة بس عليك كمشي مزيان كمشي على خير أراهم الناس هنا في النادور تايعاونونا مزاف الحمد لله أرا نمع أرا نمليح أراهم زيان أراهم زيان استقبال مزيان كل شي لا من تيارة ولا من داخل هذه عمل جيت هنا هنا الفوق نجي إن شاء الله كتار من ناحية كولن الساعة الوحدة خرجت من كولن وصلنا هنا الحمد لله كل شي في خير الله مليك الحدي حياة المغرب كيف يمكن استقبالها في المطاق استقبال مع ما شاء الله المساعدة كل شي الحمد لله الله مليك الحمد كيف يمكن استقبال الفوق وزيان إن شاء الله بطيب دريوش تما غادي إن شاء الله أنا عندي التكاعد مكاهنيني شوي معاكم لأيكون معاكم الكرموس الهندية ما شاء الله ما شغل يقول لك الحياة سعيدة هنا والله اللي هي غيغي غيشتا واشغل يرنك لك أنا حياة المغربة ثلاثة أهم سنة سنة ونات ما لكن كان كان عشق المكاهنية ديما ولكن ما عندي أولادي عندي أحفادي الحمد لله الحمد لله كل مرة كان جي هنا أنا جيت مع ألمانيا جيت العروي أنا نمشي لمدينة التعزا المهم استقبال كان جيد كان تحسون ملموس العدد الشرطة والموظفين كان عدد كافي مقارنة مع السنوات الفاريطة بالنسبة للمؤسس المحمد الخامس بعض الأفراد هنا بعض الموظفين يعني سولوني قالوا لي واش محتاج شي حاجة قلت لهم محتاجي الشارجور مهم وجهون يعطوني بعض التوجيهات مهم كان شكرهم هذا المنصة كان كل شي مزيان دعس كل شي مزيان في التساعة كان جي جوج مرات في العالم المغرب كان جي مرات في الوقتاد الرابع وكان جي في السيف إن شاء الله إطار عملية مرحبا 2014 التي تطلقها مؤسسة محمد الخامس للتضامن تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصاره الله وتساهم في تنفيذها وتنسيقها مع مختلف متدخلين عبر مكاتبها المتواجدة بعدد المطارات المملكة وضع المكتب الوطن المطارات مخططان لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج حيث تم استحداث خلايا للتتبع والتنسيق بين مختلف متدخلين في الشأن المطاري وفي هذا الإطار تم على مستوى مطار نادور العروي الدولي تجنيد كل الطاقات والموارد البشرية والمادية من أجل ضمان إنسيابية مرور مسافر داخل المطار كما تم التنسيق مع مختلف الشركاء المطاريين لتعزيز فرق العمل على مستوى نقاط المراقبة الأمنية والجمهراكية والصحية وكذا الفرق التابعة للمطار المكلفة بالإرشاد وبتوجيه المسافر